نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعاً استثنائياً وسط مشاركة عربية وإقليمية ودولية للتحضير للمشاورات الجارية حول الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة بهدف التشاوري والتنصيق حول الرسائل التي تحرص المنطقة العربية على تضمينها في الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المزمى تبنيهما من الأمم المتحدة العام القادم نظمت الجامعة العربية هذا الاجتماع الذي يؤقد على مدار يومين وسط مشاركة عربية وإقليمية ودولية اجتماع استثنائي للهجرة واللجوء استعدادا للاجتماع العالمي لدراسة الحلول المناسبة للهجرة سواء هجرة نظامية أو هجرة استثنائية للي في بلادهم الوضع سيء أو اقتصادي كيفية الحلول لها هدفنا أن ننواعي الدول العربية بالمشاورات الجارية الخاصة بالاتفاقين وفي نفس الوقت نتأكد من وجود أولويات المنطقة العربية في الاتفاقين ومن المقرر أن يصدر عن هذا الاجتماع وثيقتان توضحان المطالب العربية والإقليمية في الاتفاق العالمي للاجئين والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة وتتولى المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين ضمان أخذ ما جاء في الوثيقتين في الاعتبار عند وضع الاتفاقيين العالميين منطقتنا العربية أحد المناطق شديدة التأثر بموضوعات الهجرة واللجوء في العالم في الفترة الحالية وبالتالي إحنا طرف أصيل وشريك أصلي فيما يتعلق بتلك الجهود ويجب أن يكون لنا بصمتنا ولنا قولنا في هذا الموضوع وكانت الأمم المتحدة قد دعت إلى مثل هذه الاجتماعات للتشاور الأقليمي والمساهمة في العمليات التحضيرية للاتفاقيين العالميين بشأن اللاجئين والهجرة الآمنة ولتبني نتائج وتوصيات هذا الاجتماع في الفعاليات العالمية ستقوم الجامعة العربية بتعميم هذه التوصيات على بعثاتها في الخارج خاصة في نيويورك وجينيف باعتبارها منقاط الاتصال مع الأمم المتحدة كما ستقوم الدولة العربية بتعميمها أيضا على سفراتها بالخارج وصمى عبد المقصود الإغبارية من جامعة الدولة العربية بالقاهرة